مرحبا بكم متابعين قناة المهترف للشروحات اليوم بحلسة نتعلم طريقة إدارة كلمة السر المتصلة في الويفي الخاص بنا بدون استعمال روت للهاتف أو بدون استعمال تطبيقات المسح التي هي عبارة عن كود بار فقط باستعمال هذا التطبيق الذي سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو برابط مباشر من بلاي ستوركم بتحميله فقط لكن قبل أن ندخل إلى تطبيق كل ما عليك فقط هو أن تذهب وأن تغير اللغة الموجودة في هاتفك سواء كان بالإنجليزية أو الفرنسية أو أي شيء من هذا القبيل إلى اللغة العربية بعد دخولنا إلى تطبيق كل ما علينا فقط هو هنا نقوم بكتابة الشبكات الهاتف بهذا الشكل بعد كتابتنا لهذا الشبكات الهاتف نضغط هنا فيها الإعدادات التي سوف تجدونها ثم نجد الإعدادات هنا ومن تحتها الشبكات المحفوظة نضغط عليها ثم نضغط على محاولة بهذا الشكل ثم نجد جميع الشبكات التي قمت بالدخول إليها أو الاتصال بها فمثلا سوف أقوم بإظهار هذا الديلينك مثلا نضغط هنا ومن ثم ماذا نفعل نضغط على مشاركة بهذا الشكل ثم سوف تجدون أسفل الشاشة كما تلاحظون مثلا سوف نجرب آخر مثلا هذا أوبو ثم نضغط على موش البصمة وكما تشاهدون أيضا كذلك سوف أجرب بدر بهذا الشكل ومشاركة كما تلاحظون بدون استعمال تطبيقات بدون روت وكان فيديو خفيف نوعا ما وغير طاول ونتيجته كما تلاحظون كما نشاهد في بعض القنوات الأخرى وفيديوهات أخرى طاول وفي الأخير لا نتحصل لها النتيجة وإذا نتحصل لها عليها نتحصل لها بالروت وكذلك المسح عن طريق الكود بغير نرجع بك الفيديو ونسأل الاشتراك في قناة المحترف في الشرحات كان معكم القطبين بدر الدين